اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا غريب يا مظلوم كربلا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم فيا ساكني ارض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر فعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخرو فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري وعسري بكم يسر وكسري بكم جبرو الله امام الهدى سبط النبوة والد ال ائمة رب الناهي مولا له الامر مولا له القبة البيضاء في الطف لم تزل يطوف بها دوما ملائكة غروا حبي بثلاث ما احاط بمثلها وليون فمن زيد هناك ومن عمره له تربة فيها الشفاء وقبة يجاء ياب بها الداعي اذا ما السهول ضروا وذرية درية منه تسعة ائمة حق لا ثمان ولا عشر وان وان تريد توصل يا شاعر لماذا هذه الفضائل لماذا تذكر هذه الفضائل قال ايقتل عطشانين حسين بكربلا وفي كل عضو من انا اعمل بحر بحر ومع يالده الساق على الحوض في الهوة غد وفا طمت ماء الفرآت لها يا 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 انا انا الوالد انا الوالد والقلب لهيا وادور عزبني وين ماشحون وله انا الوالد والقلب اللهذا والقلب لهيا ودور عزبني وين مجان مجان جسم طريح والطريح ولا لجفان ولعبت علي الخيام يلمي يدهان عجيب عجيب الشرب مايب شربتة وما تحسي نظامي ولا شرب من هذا ابني وسلوتي وذخرتي بدنياي جريح والله جريح وعادة المجروح يشرب ماي وعطشان هذه بسعنها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه يراجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قبولا لأعمالكم عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد النظر التي يلقيها القرآن الكريم على المفاهيم غالبا تختلف عن النظرة التي تجدها عند العرف وعند سائر البشر على سبيل المثال كما هو موجود في الآية وهو موضوع حديثنا أن البشر والعرف دائما يقابل الحياة بالموت أي الحياة الدنيوية والموت الدنيوي يعني الواحد من عدنا ما يسمي الإنسان حاي إلا إذا كان موجودا في الدنيا بغض النظر عن كل شيء بغض النظر عن كل شيء مجرد وجود فهو حي مجرد افتقاد فهو ميت فالحياة والموت عند العرف منوطان بوجوده في الدنيا وجود الإنسان أو عدم وجوده في الدنيا نحن هالشكل نعرف الحياة والموت لكن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الحياة وإلى الموت من جانب آخر يوسع المفهوم يوسع المفهوم بتوسعة مصاديقه يذكر له مجموعة من المصاديق كي يعرف المجتمع أن الحياة والموت لا يرتبطان بوجود في الدنيا أو عدم وجود في الدنيا فقط وإنما أكو ضوء آخر أكو ضوء أبعد أكو دائرة أوسع مما هو مصطلح عند العرف مثلاً أحياناً تجد في مجموعة من الآيات في مجموعة من الروايات الإنسان إلى حياة فكرية إلى حياة اقتصادية إلى حياة سياسية إلى في كل موضوع من المواضيع حياة أصلاً هذا بالنسبة إلى الدنيا بينما القرآن الكريم أصلاً ما يسمي الدنيا بالحياة أبد من يجي للآخرة يسميها حياة لكن للدنيا وجود الإنسان بالدنيا ما يسمي حياة لذلك أنت تجد في مجموعة من الآيات خاصة هذه الآية عن لسان الكافر عن لسان الإنسان الذي تعبيرنا يؤخذ إلى النار يعذب عندما يرى ما يرى في الآخرة يتمنى شيء واحد يا ليتني قدمت لحياتي لحياتي إذن الدنيا ما كانت حياة الدنيا ما كانت حياة هذا الشيء اللي يتحدث عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه في مجموعة من خطبه وإلى أثر بالغ إذا الواحد يقدر يركز على هذا الشيء في ذاته يعرف بأن الدنيا ليست بدار حياة الآخرة هي الحيوان كما يقال ولذلك أمير المؤمنين يقول إنما الدنيا دار ممر الدنيا اتمر بيه إنما الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر فخذوا من ممركم إلى مقركم ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم أو مثلا الإنسان المسلم اللي يعتنق عقيدة صحيحة القرآن الكريم أحيانا يسميه حاي الإنسان الجاهل بالعقيدة جاهل بالفكرة ما عند ذيك الفكرة السليمة يسميه ميت أفمن كان ميتا فأحييناه إحنا أعطيناه حياة من ترجع للرواية كان ميتا فأحييناه اتلاحظ المأخوذ العنوان المأخوذ أنها حياة فكرية أنها حياة عقائدية الإنسان عندما يسلم يوجه أمره إلى الله إلى الرسول فهو حي اللي يطلع من هذه الدائرة هو ميت وإن كان ذا حياة نباتية في الدنيا فالحياة إلها مفاهيم أو إلها مصاديق بعبارة أخرى في القرآن الكريم من جملة الأماكن اللي تلاحظ بيها أنت هذا العنوان عنوان الحياة في القرآن الكريم هي هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم مما هو معروف مؤكد مئة بالمئة أن القصد من الحياة في الآية المباركة مو الحياة اللي إحنا نعرفها شلون مو الحياة اللي إحنا نعرفها لأن الآن إحنا عدنا مجموعة من البشر استجابوا لله استجابوا لرسول الله ناس كفر عدنا ناس ملاحدة عدنا زنادق عدنا لكن فاقدين الحياة يعني ما يعيشون بالدنيا يعيشون بالدنيا عدهم حياة عدهم نفس أكو جسد أكو روح أكو تحرك أكو قيام أكو قعود مئة بالمئة أكو ناس عدهم حياة بدون استجابة إذن إذا كان هكذا فأكيد القصد من هذه الحياة المذكورة بالآية مو الحياة اللي إحنا نعرفها استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أكيد القصد حياة فكرية حياة اقتصادية حياة الاعتدال حياة الخلق الرفيع الخلق السامي حياة الابتعاد عن الرذائل حياة الوصول إلى الكمال حياة النبل إلى آخر تلك العناوين للسعادة والكمال فالنقطة الأولى القصد من الحياة في الآية هو أوسع مما هو معهود عندنا أن الحياة مقتصرة على الوجود في الدنيا فكم من حي وهو ميت وكم من ميت وهو حي بهذا المصطلح في الدنيا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية إذا كانت الآية المباركة أناطت وربطت حياة البشر مثل ما قلت لك على أصعدة مختلفة حياة الكمال حياة العلم إلى آخر تلك العناوين إذا ربطتها الآية المباركة بشكل مباشر بشيء واحد استجيبوا لله ولل وللرسول يا ترى الله ورسول الله شجابهن حتى إحنا نستجيب لهم ومن وراء الاستجابة تضمن الحياة عبارة أخرى بالمصطلح العلمي يقولون هذه الماء لما يحييكم الماء موصوله والماء الموصولة لازم تفسر هذه اللي ما يحييكم شنو هو هذا اليحيي إحنا نستجيب لله ونستجيب لرسول الله لكن الشيء اللي يحيي شنو هو الله ورسول الله ندبونا لشيء القرآن الكريم ما يعبر عنه بس يقول عنه لما ما يعبر عنها بالماء استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما شنو هو الشيء نحنش لازم بتعبيرنا نشوف من الله ورسول الله حتى نقلهم سمعا وطاعا حتى نستجيب الكلامهم حتى نضمن نفسنا الحياة في الدنيا وفي الآخرة على مستويات مختلفة شنو هو انطلاقا من هنا اختلفت كلمة المفسرين على آراء على آراء نذكر بعضها بس حسب الوقت أول راي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم أي القرآن الكريم الشيء اللي يضمن حياة الإنسان المادية وحياة الإنسان المعنوية ليس هو إلا القرآن الكريم فقط حس القرآن الكريم شنو به القرآن الكريم عبارة عن القوانين الإسلامية الدين الإسلامي يشكل من نظرية ويشكل من تطبيق تطبيق عند أهل البيت نظريته عند رواياتهم وعند القرآن الكريم هس هذا الشيء يمكن في بادئ الأمر تقول هذا فرد شيء طبيعي هذا فرد شيء طبيعي صحيح هو طبيعي عندك الآن طبيعي لكن عند سائر الأديان الأخرى عند سائر الأفكار الأخرى المذاهب الأخرى خاصة آنذاك القضية كانت تختلف شلون كانت تختلف لأن مو كل الأفكار ولا كل الأديان التي حرفت بعد الأنبياء ضمنت للمجتمع البشري كلا الحياتين حياة الإنسان المادية وحياة المعنوية مو كل الأديان بعض الأديان فرطت في جانب بعض الأديان أشبعت جانب وتركت جانب وإلى آخر ذلك على سبيل المثال بعض الأديان عندما جاءت إلى البشار إجت للإنسان غضت الطار عن أن الإنسان من جملة مركباته إن صح التعبير مادة جسد الإنسان مادة نريد له ما نريد مثل ما الروح تحتاج البدن يحتاج الجسد يحتاج إلى قائمة إلى فهرسة مما يحتاجه الإنسان بالمادة بالمادة لكن إجوا مجموعة من المذاهب للأفكار البشرية الأخرى الأديان الأخرى مثلا المنحرفة قالوا الإنسان إذا يريد يوصل للكمال أول قدم إذا عندك شيء يصطلح عليه بمادة يجب أن يدغم حياة مادية ما لازم تصير عندك أبدا هسا هذا الحياة المادية ما لازم تصير عندك أبدا وين تجر تجر مثلا الإنسان بدنه جسده من جهة المادة يحتاج إلى تنظيف الإنسان ينظف نفسه يرعى نفسه وهذا فرد أمر تعبيرنا من المستحبات من المندوبات مما ينبغي للإنسان المؤمن لكن من إجاك قال إذا تريد توصل للكمال لتروح مثلا والله تحلق لتروح تتنظف لتروح تترتب لتروح تلبس بتعبيرنا الملابس الزينة ليش يقل لك هذا يجرك للماديات من يجرك للماديات ما يقليك توصل للكمال أبدا ولذلك في بعض الكتب اذكرون إذا واحد من عدهم وصل من القذارة المادية إلى درجة حتى بتعبيرنا اطلع به القمل كما يقال يقمل رأسه يقمل هذه القملة يسمونها جوهرة القدس كأنما درجة رفيع وصل لها من الكرامة من المنزلة الزواج يقول لك لا تتزوج لأن الزواج مبدأه مادة ليش مبدأه مادة والمرأة ما أعرف ما عدها روح إنسانية عدها روح كذائية وما يصير وإلى آخر ذلك ويأخذ بالإنسان إلى مكان سحيق إلى مكان سحيق هذا الشيء يمكن عندما تأتي إليه تجد كلماته معسولة تلاحظ الكلمات معسولة والهدف الإنسان لازم يوصل للكمال لكن تشوف سنة سنتين ثلاث أربعة إلى أن يضرب الإنسان بحاجز بمانع يرجع القهقرة إلى الوراء بدل من أن يصل بنفسه إلى الكمال ليش لأنهم أخذوا جانبا من حياة البشر وأهملوا جانبا آخر من حياة البشر بيد أنك إذا رجعت إلى القرآن الكريم تجد القرآن الكريم ضمن للحياة ضمن للإنسان حياته المادية والمعنوية مثلا حياة الإنسان المادية شنه حياة الإنسان المادية أكل شراب ما أعرف ملابس زواج منزل ارتباطات اجتماعية اقتصاد كل هذا من تجي للقرآن الكريم تشوف القرآن الكريم وحده بوحده يتوقف عده يجي للإنسان فلينظر الإنسان إلى إلى طعامه إلى طعامه صحيح التأويل شيء الرواية شيء لكن الظاهر شي يقول الظاهر يقول خلي دير بال الإنسان على طعامه لأن الطعام إلى التأثير المباشر المباشر على جسده وجسد الإنسان شنو مادة جسد الإنسان مادة كلوا واشربوا ولا هذه ما معناها كلوا واشربوا معناها مادة يعني يريد يرعى الإنسان يجي إلى مثلا الإنفاق أو الأمور الاقتصادية يعلم كيفية الإنفاق يقول لمن تريد تنفاق لا تبسط يدك كل البصد مو بتعبيرنا لعندك والما عندك تخليه لواحد تعطيه كله لواحد وأنت تقعد صفر اليدين تريد تقضي حاجة عيالك يحتاجون حاجة أولادك يردون حاجة ما تقدر توفرها لهم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا بتعبيرنا تمسك ذاك الإمساك اللي ولا دينار ولا درهم يحصل الفقير من هذا الرجل فيعلم القرآن الكريم حياة المادية شلون يرتبها الإنسان شلون يرتبها يجي إلى البيوت يطبق للبيوت أحكام يجي مثلا إلى الحياة الزوجية يطبق عليها أحكام يجي إلى الحياة مثلا الأسرية الأرحام يطبق عليها أحكام هذه كلها قوانين بعضها مادية تجي إلى حياة الإنسان المعنوية أي الفكرية الروحية ما يرتبط بروحه ما يرتبط بكماله المعنوي اللي وصل إلى الجنة أيضا خلال تعاليم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا هذه من جملة التعاليم المعنوية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذه تعاليم تعاليم معنوية إلى آخر تلك الآيات فالمهم أن القرآن الكريم هو الأساس وهو الآصل في ضمان حياة الإنسان سواء كانت مادية سواء كانت معنوية ولذلك تلاحظ أنت الحرص الوارد الحث الوارد عن لسان المعصومين على تلاوة القرآن الكريم وإن كان أحيانا الواحد من عدنه والله يقول أنا إذا ما أتدبر ماكو فايدة إذا ما أعرف التفسير ماكو فايدة إذا ما روحا أقرأ أبد هذا شيء مطلوب لكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه كما يقال القرآن الكريم كما أراد مننا التدبر أراد مننا القراءة والقراءة أحيانا في تدبر أحيانا خالية من التدبر أمير المؤمنين سلام الله عليه يوصل إمام الحسن يقول له بني أحيي قلبك بالموعظة خلي قلبك حي بالموعظة يجون الشراح الموعظة شنه الموعظة مو هذا الكلام اللي أنا أقدم الواحد وما تدري به هذا الكلام صحيح لو مو صحيح الله العالم الموعظة القرآن الكريم لأن من جملة أسماء القرآن الموعظة أحيي قلبك بالموعظة فالنظرية الأولى أن حياة الإنسان منوطة بارتباطه واستجابته لأوامر القرآن من قبل الله وعلى لسان الرسول محمد صلى الله عليه وآله الرأي الثاني الرأي الثاني اللي هو يتناسب مع السياق السياق اللي تلاحظ به الآية هو سياق يحث الناس على الجهاد يطلب من عدهم الجهاد فالبعض استفاد من هذا السياق أن الإنسان إذا أراد أن يضمن لنفسه حياته يجب عليه أن يجاهد هس الجهاد إلى أنواع مر مره يصير الجهاد على مستوى ميدان قتال وهذا الشيء بزمن النبي كان أكو ناس لا إذا دعاهم النبي إلى الجهاد مره يعبر عنهم القرآن الكريم إذ ثاقلتم إلى الأرض ما يرضون واحد يقول لا تنفروا في الحر واحد يقول شيء ثاني ما يقبل ولذلك إجت الآية تحذهم تقولهم هذا الجهاد ضمان للحياة ضمان للحياة هس إذا كان الجهاد على مستوى ميدان فهو حياء اللي القرآن الكريم يعبر عن الشهداء أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا هم أحياء أموات بل هم أحياء فهم أحياء من جانب من جانب ثاني من تريد تنظر للقضية تلاحظ القضية إذا تريد تجيبها كمعادلة مع ذلك الجهاد أفضل من القعود شلون هذا الشيء اللي أخذ المتنبي المتنبي عند بيتين يذكر بيهن الجهاد يقول هاي الحياة إذا أبدي إحنا جايبين للدنيا حتى تنظل دهر الداهرين أبد الآبدين فصحيح الجهاد أمر تعبيرنا هذا مو كل واحد يقبله لأن الإنسان يقدر يبقى بالدنيا وينعم في الدنيا وياكل ويجرب ويتلذذ وليش يروح يقتل نفسه ممكن أن يستجد ويطلع من الدنيا على يمن قال يبقى بالدنيا لكن إذا أحنا مية بالمية راح نطلع بس ما ندري الآن باتشر سنة سنتين المهم راح نطلع إذا راح نطلع ليش بتعبيرنا ما نطلع بعزة وكرامة ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانة ولو لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا لذلك أمير المؤمنين شي يقول أمير المؤمنين يقول لألف ضربة بالسيف لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على فراش أتقطع وصلة وصلة ولا أموتا على فراشي وهذا الشيء اللي راده وصلة لذلك عندما ضربه ابن ملجم لزم رأسه بكلتا يديه وقال لقد فزت ورب ورب الكعبة فالجهاد مرة هكذا مرة الجهاد يكون لا جهاد بالقلم مرة يكون الجهاد لا يكون باللسان مداد العلماء أفضل من دمائل الشهداء تقول الرواية فهذا نوع من الجهاد فالجهاد إلى تقسيمات مختلفة ولذلك أنت تلاحظ بعض الناس سجلوا لهم مفاخر سجلوا لهم فضائل في التأريخ لكن ما حملوا سيف ما قاتلوا جاهدوا لكن لم يجاهدوا بأسنة ولا برماح جاهدوا بكلمات دعبل الخزاعي يقول أنا أربعين سنة أربعين سنة قرابة نصقار أحمل خشبتي على عاتقي أي خشبة الخشبة المفترض هو يصلب عليها رح يقتل ويصلب عليها أربعين سنة وهو ملاحق أحيانا من مكان إلى مكان من بلد إلى بلد شنه السبب السبب أنه شاعر السبب أنه شاعر إش يذكر بالشعر يذكر فضاء الأهل البيت ومثالب بن العباس وأعداء أهل البيت هذا جهات الفرزدق سجل لتاريخ طويل عريض من البداية بكلمات الفرزدق ما كان إلا ذاك التاريخ النظيف من البداية لكن وقف له موقف بس هذا الموقف الواحد والحياة هي موقف الدنيا هي موقف الفرزدق عند الخليفة الأموي وإجا رادي يلتمس الحجر ما قدر الحاج والزحام والزحمة الموجودة ما قدر تنحى إلى جانب حتى يخف الزحام يروح لحظات دخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذا الخليفة الأموي إلى خدم وإلى حشام دخل الإمام زين العابدين عليه ملابس متواضعة وبوحدة وحدة لا وراء ولا جدام دخل فانفرج الناس له سماطين التمس الحجار أدت طقوس وطلع الخليفة الأموي مو ما يعرفه هو عدو يعرفه لكن أراد أن يعتم على الغير حتى لا يش هدوله بهذه الفضيلة قال من هذا من هذا هذا اللي إجا والناس الشكل تغيرت أجواءهم إلى من هذا قام له الفرزدق بقصيدته العصماء يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه قدم تقول من هذا هذا الذي تعرف البطحة وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم إلى أن يقل وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكر توال والعجم سجن للفرزدق والدال الإمام زين العابدين وصل مقدار من الأموال قال سيدي ومولاي ما مدحتكم للدنيا الأمور بخواتيمها الخاتمة مهمة قال ما مدحتكم للدنيا أنا لو أريد الدنيا أدري وين حصلها قال خذها فما خرج من أيدينا لا يرجع إلينا وإلى الآن الفرزدق وأبيات الفرزدق تذكر وجب ما كان قبله بشنو بجهاد لكن بجهاد الكلمة فالجهاد بالكلمة الجهاد بالجاهل اجتماعي الجهاد بالقلم الجهاد بالعلم الجهاد بالفكر الصحيح الجهاد إيه بتعبيرنا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هو قسم من أقسام الجهاد فالرأي الثاني لما يحييكم أي الجهاد جاهدوا الرأي الثالث اللي هو من منطلق الرواية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وهذا فرد معنى واضح وبين وأجلى وأوضح من الشمس في رابعة النهار كما يقال أمير المؤمنين هو السر حياة الإنسان ما شئت فعبر عنها شنه اللي يريد هذا الإنسان بحياته في الدنيا في الآخرة اللي يضمنها أمير المؤمنين وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ولذلك ولذلك تلاحظ الرسول صلى الله عليه وآله سعى أن يذكر لأمير المؤمنين أوصافاً كي يشد المجتمع البشري أكثر وأكثر بأمير المؤمنين سلام الله عليه هذا الشيء هذا الشيء اللي الزهراء سلام الله عليها ذكرت بالخطبة اللي لو كان الأمر لأمير المؤمنين لسار بهم سيراً سجحاً تعبيرنا الطريق واضح والمسير يكون مسير لاوعر موعر صافي مستقيم إلى الجنة مستقيم إلى الكمال ولذلك يقوم الرسول صلى الله عليه وآله ما بين المجتمع وأمام الناس يخاطب أمير المؤمنين يقول له يا علي لو لا أني أخشى الناس أن تقول فيك ما قالت في المسيح عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لا تمر على ملأ منهم إلا وأخذوا الترابة من تحت قدميك وهذا الشيء كانوا يشهدونه يصيح علي أشجعكم علي أفقهكم علي أعلمكم علي أقضاكم علي 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 إلى آخر تلك الروايات بس حتى الناس تعرف قدر أمير المؤمنين سلام الله عليه وترتبط بي أكثر وأكثر لكن هذه الأوصاف عند البعض تغيرت بدل من أن تربط القلوب بأمير المؤمنين ملأتها بغضاً وغيضاً لأمير المؤمنين سلام الله عليه ولذلك تعرض للحسد عند مجموعة ويا أروبا وسوى هؤلاء ما حظوا بهذه الصفات أبداً لكن حظي بها أمير المؤمنين سلام الله عليه ولذلك حسدوه حسدوا الفتى إذ لم ينالوا فضله فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم وهذا الحسد والبغض أين أفرغ؟ وين خلوه؟ وين تلاحظ هذا الحسد والبغض متبلور؟ تجده قد أفرغ على رأس ولده سيد الشهداء أبي عبد الله سلام الله عليه الحسين سلام الله عليه يوم الطف أبلغ بالغ في النصيحة يقف على الميمن ينصح يعظ على الميسر كذاك في القالب كذاك وهو ينصح وهو يوعظ وهو يخطب من بعد ذلك يقولهم لماذا تقاتلونني؟ أعلى حلال حرمته أم على حرام حللته أنا جاي ببدعة أنا إنسان مبدع بالدين لماذا القتال؟ يجي جواب واحد يا حسين نقاتلك بغضاً منا لأبيك علي بن أبي طالب بغضاً منا لأبيك علي بن أبي طالب وبالفعل قاتلوه لكن شنه من قتال؟ بعدما انتهت الدور من دور النصيحة ودور بتعبيرنا الخطب والموعظة انجبر أن يقاتل لكن سلام الله عليك يا أبا عبد الله أنت تصورها وأنت بمحضر الحسين أيام الحسين ما شرب ماي ومن جانب آخر مصائب ومن جانب آخر حر ودرع وقتال تعب الحسين سلام الله عليه وقف يستريح وقف يستريح شوي حتى يباشر الموقف مرة ثانية لكن ليتك لم تقف يا أبا عبد الله ليتك باشرت الموقف ولم تقطع أبدا وقف يستريح روايتين أذكر رواية وهو واقف مرة عليه رجل فرمى جبهته بحجر لما أصاب الحجر جبهة الحسين بطبيعة الحال سالت الدماء سالت الدماء من جبينه على لحيته رفع الحسين قميصة ليمسح الدم يا أبا عبد الله لما رفع القميص اغتنمها حرملة فرصة وسدد ذاك السهم احنا عدنا نبلة وعدنا سهم هذه ما تذكر ولولا هذا المقام ما ذكرته لكن كونا أنه بجواره راح أذكرها حتى أكثر تستدر الدموع احنا عدنا نبلة وعدنا سهم النبلة الإنسان يقدر يتعامل وياها أحسن ليش لأنها قصيرة لكن السهم سهم طويل إذا نبت بمكان من الصعب أن تستخرجه الحسين أصيب بسهم وبعد هذا السهم مثلث لا يخرج من حيث دخل أبدا بينما هو منشغل بنفسه وإذا بذلك السهم المثلث قد نشب بقلبه سلام الله علي الحسين هاي الكلمة ما تلاحظها إلا هنا قاتل إن قتلوا أصحابه وأولاده هذه الكلمة كلش ما تحصلها إذا تريد الجواب عن هذا السؤال بهذه الكلمة ليش الحسين سقط شنه اللي طيح الحسين سلام الله عليه يجيك الجواب يقولون أرباب المقاتل فلما نبت السهم في قلبه إن بعث الدم كالميزاب فأعياه نزف الدم تعب الحسين صار ينزف صار يتمايل على ظهر الجواد عرف الجواد بأن الحسين بعد ما يقدر ما يقدر يستقيم أثنى ركبته أثنى ركبته هنا بعد ما تنقال لحشا يشصار بالحسين السيد رضا الهندي يقول يقول فهوى العارش للثراود لهمت برماد المصاب من هالنواحي السيد الحلش يقول يقول غريبا غريبا أرى يا غريب الطفوف غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خدك كثبان يا تريب المحياة تظن السماء بأن على الأرض كيوانها يا شعال والله شعال احسين ثوب يمسح الدم والآياء ينسهم المحدد ناجع بسام بقلبه وقع بقلبه وقع لا وخرج الدم هو وظلام هو وظلام ضواء والسم أحمر يا بهو والمهور قاموا يحوم دون دون يحام عنول يمن يجون والله يخاف القوم لنهم ياخذون ياخذون ورجب غير راعي المشكر سقط الحسين سلام الله عليه أغمي عليه سويعات من النهار ما يعرفون المعسكر الحسين حاي أم ميت ما الذي يجري عليه نادى المنادي إذا أردتم أن تعرفوا حيا أم ميت هجموا على المخيم ترى زينب سر الحسين رقي سر الحسين سكين سر الحسين هجموا على المخيم تعرفون هجموا على المخيم خرجت الحوراء زينب الصحاة تخي أبا عبد الله إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله راجح فلما سمع صوتا قام سلام الله عليه مشى خطوات سقاط قام مرة ثانية سقاط قام مرة ثالثة وصل إلى قوس الراك عكب على حر وجه رفع يده منادي نقصدوني وتركوا حرمي تربع على واهجة الار على واهجة الرمضة ونادى المنادي يقصدوه هذا البيت وأسألك الدعاء أحدقوا بالحسين هذا يضربه بسيف وهذا يطعنه برمحه دار العسكر على حسين يا حف ناس بالرمح بالرمح ناس بالسيف فرّج عنا يا الله فرجا عجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا ومن لا يرحمنا اغفر ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا عافنا واعفو عنا يا رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه يا رب العالمين وإلى أمواتكم جميعا موت المؤمنين والمؤمنات العلماء والسادات من ليس لهم ذاكر من شئة علي نمير المؤمنين رحم الله من أهدى ثواب الفاتح مع الصلوات اشتركوا في القناة